طريق السعيد ريفالدو كورو مصريوه دي في طارق مسال فل كابتن ميدو منورني ازاك يا نجم وحشنا وانت كمان ايش هيك؟ لما تتفرج لما تتف... خليك فيش هيك بس ده اللي حاجة عندك ها لما تتفرج على اللي جوان بتزاك بتاعت الزمالك بتزعل؟ بزعل لان بحس ان في ناس يعني ما قدرتش ان احنا لعبنا في النادي دوت ويعني تعبنا اوي في النادي دوت من صغرنا وانت كنت في ناشين وعارف احنا كنا حبنا وعشقنا النادي الزمالك عامل ازاي هيرجع يقول لك ما انت اللي سيبت النادي ومشيت والكلام اللي بيتقال ده كتير لكن نادينا وما زلنا طبعا بننتمي اليه لكن بتزعم الافراد او بعض الافراد اللي هم يتكلموا عليك ان انتو ما عملتوش حاجة في جيالنادي الزمالك ولا اي حاجة ولما حاولنا ان احنا نرجع ونبقى موجودين تاني الدنيا قامت معديتش عشان راح النادي الاهلي قصة ديت لسه في مصر للأسف قصة اهل وزمالك بالذاتة كتل ما فيش عقل احترافي تلعبت في اوروبا كتير وعارف اللعيبة بتروح من هنا عندهم برق قصة مختلفة اهل بيتر شمايكل نجم من يونيتد ليه في من سيتي يوان كرويف نجم ايكس ليه في فاينور فاخر ايام احنا عند العقلية العقلية مختلفة تماما لكن في النهاية بتشرف طبعا انا كنت منتمي سواء النادي الاهليا او النادي الزمالك الايام اللي لعبت فيها الفترة اللي لعبت فيها في نادي الزمالك طبعا هي الاكتر هي العدد السنوات اكتر سواء في النشئين او في الفريق الاول وزيقرات اكتر